مرحبا بالأصدقاء وأهلا بكم في أول حلقة من سلسلة أعدة عصاري مع الخيميائي في السلسلة دي إن شاء الله هنستعرض كتب تاريخية ونتعرف على مؤلف الكتب دي وإيه أبرز الموضوعات اللي تم منقشتها في الكتاب وأول كتاب هنبدأ بيه السلسلة هو مقدمة ابن خلدون والجدير بالذكر إن الأهداني الكتاب ده حفيدت هذا الرجل العظيم صاحب المقدمة ويلا بينا نبدأ الحلقة ابن خلدون هو علامة ومفكر عظيم اتولد في تونس تعلم القرآن الكريم بقراءاته السبع والنحو وعلوم اللغة بعد وفاة والدية بسبب الطعون اللي انتشر في تونس وقتها اتنقل لمدينة فاس ومن هنا بدأ طموح السياسي اتدرج ابن خلدون في مناصب الكتابة لحد ما بقى كاتب ومناظر في بلاط السلطان أبي عنان وكالعادة لما تقرأ في كتب التاريخ هتلاقي إن أي حد ما كانتو بتعلى وبيبقى قريب من السلطان اللي حوالين السلطان بيوقعوا بينه وما بين السلطان وده اللي حصل مع ابن خلدون وقعوا بينه وما بين أبي عنان وبسبب الوشاية سجن وأبي عنان سنتين وما خرجش من السجن إلا بعد وفاة السلطان أبي عنان خرج ابن خلدون من السجن بعد ما تولى أبي سالم السلطانة فعين ابن خلدون كاتب سر السلطان وكعادة اللي بيدخل السجن ظلم بيخرج مكانته عالية في أغلب الأحيان لكن بسبب الاضطرابات اللي حصلت في بلاد المغرب ساب ابن خلدون بلاد المغرب واتجه إلى غرناطة ابن خلدون كان مريض بالسياسة إلا إنه بعد ما شاف الوزير ابن الخطيب صديقه بيتشنق ساب عالم السياسة وبدأ في الترحال عشان يكمل كتاباته ويغوص في عالم التاريخ وساب لينا مجموعة من الكتب من ضمنها مقدمة ابن خلدون موضوع السلسلة بتاعتنا ونبدأ المقدمة بالحديث عن فن التاريخ واللي بيتناول أحوال الأمم السابقة وأخلاقهم والأنبياء والملوك في دولهم وبيثير نقطة مهمة جدا واللي ويع فيها بعض المؤرخين والمفسرين وهي نقل الحكايات المغلوطة والوقائع المشكوك في أمرها من غير ما يفلطروها بمعيار الحكمة وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار أو أعداد الأموال اللي بيتم إنفقها أو أعداد العساكر في الحروب والوقائع المختلفة وضرب لنا مثال على نقل المسعودي وكتير من المؤرخين أن جيوش بني إسرائيل اللي أحصاهم موسى عليه السلام في التيه كانوا 600 ألف أو أكتر وده أمر غير واقعي وإنه من المستبعد أن جيش بهذا العدد يحصل بين وما بين جيش تاني صدام أو زحف بسبب أن نساحة الأرض الواقع عليها للصدام ديقة وعلى الرغم أن ملك الفرس ودولتهم كانت أعظم من ملك بني إسرائيل وإن بختونصر استولى على أمورهم وضرب بيت المقدس وما قدروش يقفوا قدامه أو يمنعوه إلا أن جيوش الفرس ما وصلتش للعدد ده أو قربت منه حتى وإن أعظم جمعهم في القادسية مع اختلاف الروايات كانت بتتراوح ما بين 60 و 200 ألف مش أكتر وذكر أن بين موسى عليه السلام وإسرائيل عليه السلام ثلاث أباء فقط وإن سيدنا إسرائيل لما دخل مصر دخلوا معاه 70 نفس فقط ومن وقت دخوله إلى خروج سيدنا موسى في عام التيه 200 سنة وإن من المستبعد في أربع أجيال فقط أن يوصل العدد لـ 600 ألف وحتى لو قالوا أن العدد ده كان على عهد سليمان ابن داود واللي بينه ما بين سيدنا إسرائيل 11 جد فمن المستبعد أن العدد يوصل للحجم ده حتى أن الإسرائيليات وضحت أن عدد جنود سيدنا سليمان 12 ألف فقط فلذلك الأعدد دي من خلال تمريرها على فلتر الحكمة وتقصي الأمور هنلاقي إن هي كذب وكلام فارغ فمش كل عدد نقرأه في كتب التاريخ يبقى صحيح إلا لما نلاقي بالحجة والشواهد اللي بيزبط صحة الأعدد دي وبكده انتهت أعدتنا النهاردة واشوفكم في الحلقة الجاية من أعدة عصاري مع الخميائي شكرا للمشاهدة قلت عصاري شكرا للمشاهدة